والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطبيب الأسنان العام تركيزه العام حيكون على الرستورتف حيكون على الأستاتيك طيب الجنرال دنتستري يعني لازم يتأكد طبيب الأسنان 100% أنه بنية السن سليمة خالية من أي نوع من أنواع التسويسات قبل ما يسوي لها حشوة ويستعيد شكلها أو قبل ما يسوي لها علاج تجميلي سواء كان تبييض سواء كان حشوات لومينيرز أي كان الإجراء اللي حيسوونه تجميلي للسن أو استعادة وظيفة السن يعني لما يرمم السن بالكمبوزيت لازم قبلها يشيل النسيج التعبان اللي فيه تسويسات طيب الرستوراتف دنتستري is indicated when a tooth is to be restored to its original form and shape through the use of direct or direct and indirect رستوراتف material طب الأسنان العام أو الرستوراتف دنتستري رستوراتف كلمة رستوراتف يعني إيش يعني استعادة شكلها أو ترميمها رستوراتف دنتستري اللي هي طب الأسنان اللي يشمل استعادة إيش استعادة وظيفة السن واستعادة شكل السن الأصلي متى نقول انه هذا السن صار لما نستعيد شكله ووظيفته يا اما بحشوة direct او حشوة indirect غير مباشرة الحشوات تكون direct و indirect direct اللي هي الكمبوزيت اللي تنحط في العيادة على طول ال indirect اللي هي الكاست رستورتف اللي تكون تتسوى في المعمل وتنجاب بعدين تنحط في السن specific condition that determined the need for restorative dentistry include the following متى نحتاج انه نسوي اي سن او اي مريض متى احنا نعرف انه هذا المريض يحتاج يحتاج علاج اصنان او restorative dentistry initial or reoccurring reoccurring decay initial اولي يعني المريض عنده تسوص صغيرة وكبرت وصارت في الفم ما سبق علاجها initial اولية تسوص اولي initial cavity او initial decay تسوص اولي ما سبق انه تعالج ما حد عالجه reoccurring decay يعني في حشوة محطوطة صار تحتها ايش تحتها تسوص يعني بعد ما تعالجت هذا السن معالج زين وصار فيه تسوص متعالج ان فيه حشوة او فيه تلبيسة او فيه ايا كان السن هذا سبق انه تعالج ورجعت فيه سوسة مرة ثانية صارت ريكورنج دكاة او ريكورنج كافتي طيب بي ريبليسمنت او فيلد رستوريشن استبدال حشوة فاشلة ايا كانت الحشوة احنا لما نقول الحين رستوريشن ما نقصد كومبوزت ولا امالقم ولا اي نوع حشوة اي نوع ترميم طبعا انا لما نقولكم ترميم لسن احنا ما حددنا نوع الترميم حشوة امالقم كومبوزت ذينيرز لومينيرز كراونز انلي انلي ايا كان نوع الرستوريشن المستخدمة تمام اه وصار لها فشل احنا هنا سوينا اه ريستوريشن دينتستري طبعا الابريجين او ويرنج او او توث سركشن لما يكون السن متأكل زين او يعني صاير له احتكاك لما خلاص قريب يختفي اللي هي بنية السن محتكة لما الانسان يحكي الاسنان مع بعضها او في ارتجاع مريئي او في احماض او هذي فالاسنان قاعدة تتآكل كمان هذا هنا احنا نسوي رستورتف دينتستري ال اه ال اروجين اف توث ستركشن كمان نفسها نفس الابريجين وال الويننج الاريجين اللي هي التآكل نوع من انواع تآكل الاسنان عندنا احنا كذا نوع من انواع تآكل الاسنان وكل واحد له مسببات على حسب المسبب يكون الاسم طيب ال اصنان التجميلة احنا خلصنا من الرستورتف دينتستري وقلنا ماذا نحتاجه الاسستاتيك دينتستري is devoted to improving the appearance of teeth by repairing imperfections with direct and indirect رستورتف material or by using whitening techniques يعني طب الاسنان التجميلي او الاسستاتيك دينتستري يكون مخصص لتحسين مظهر السن او اصلاح العيوب اللي موجودة في الاسنان تمام ايا كانت هذه العيوب خلقية ولا صارت بعدين ولا ايا كان العيوب اللي في الاسنان حيصلح لنا من الاسستاتيك دينتستري باستخدام ال direct وال indirect رستورتف material زيها زي الرستورتف تمام الرستورتف قلنا يستعيد الوظيفة والشكل الاسستاتيك يكون مخصص لتحسين الشكل زين و اصلاح العيوب يعني احيانا يكون الاسستاتيك دينتستري اصلاح للون بس يعني الاسنان ما فيها ولا شي بس نبغى نضبط لونها نسوي لها تبيض طيب الشروط اللي تحدد لنا حاجتنا للأستاتيك دينتستري او الاستاتيك تريتم هي الدستك اللي هي التصبغات اللي تكون في الاسنان اما تكون بسبب الاكسترا سينيك اللي هي التصبغات خارجية اكسترا سينيك يعني من شرب القهوة من اكل الاكل ملون والاصباغ المأكلات اللي فيها صبغيات وكذا حيكون في تصبغات خارجية في السن اسمها اكسترا سينيك تكون تصبغات داخلية من ادوية معينة اذا اكلها الشخص تسبب تصبغات في الاسنان يعني تدخل في المعدة وتنهضم وتطلع تصبغات في الاسنان اما تكون من سبب انه العصب ميت او فيه كدمات في عصب السن طيب الانومالس caused by developmental disturbance انومالس اللي هي خلل نمو الانيمال يكون الانيمال حق السن ما هو متكون بشكل كويس فيعطينا عيب عيب تطوري في السن اللي هو developmental disturbance اللي هي عيب تكوني او عيب في السن نفسه الاب نور مال سبيس انج بتوين تيث الناس اللي اسنانهم بعيدة عن بعض او عندهم فلجات او عندهم حاجة اسمها البيكي تيث البيكي تيث اللي هو يكون عندهم اللاترال اللاترال انسايزر يكون مرة صغير كذا كأنه مدبب بيكي تيث يصلحون وهذا سواء بالكمبوزيت او بالتلبيسات او بالفنيرز ايا كان التراما زي ما قلنا التراما اللي في الاسنان وتسبب موت العصب حق السن او تسبب نزيف داخل في السن وما يتعالج حيسبب لتصبغات في السن حتكون التصبغات هذي انترا سينيك تعتبر انترا سينيك وتحتاج الى علاج تجميلي الحين الابراتف دينتستري قلنا احنا يشمل رستراتف ويشمل استاتيك تمام طيب اهداف الابراتف دينتستري بشكل عام اللي هو الرستراتف والاستاتيك ايش اهدافها ازالة الدنتين المصاب وتجنب تسويسات الاسنان احنا لما نلحق السن ونسوي له حشوة قبل ما التسوس يكبر ويوصل للعصب احنا هنا حمينا العصب وحمينا المريض من انه يتعرض للألم المصاحب لالتهاب العصب توريموف اسوريس اف كاريوجينيك بكتيريا اللي هي ازالة البكتيريا اللي تسبب التسوس لما يكون فيه سن تعبان ما يتعالج حتنتقل البكتيريا من سن الى سن الى سن الى سن فجأة تشوف فم المريض كله اغلب الاسنان صارت مسوسة فازالة هذه الكاريوجينيك بكتيريا بعلاج السن المصاب حتحمي لنا باقي الاسنان تفاسيليت بلاك كنترول اللي هي التحكم في البلاك المسبب الرئيسي للتسوس اللي هو التجمع البلاك على الاسنان فنتحكم في البلاك تمام او نعلم المريض كيف يشيل البلاك عشان نحمي الاسنان من التسوس توريستور the appearance and function of the teeth زبدة الoperative dentistry اللي هي استعادة الشكل الappearance الشكل والfunction اللي هي الوظيفة of the teeth طيب الكايرز دايغنوسز كيف يشخصون انه هذا الشخص عنده تسوسات يعني كيف يتأكدون مية بالمية انه هذا الشخص اللي في فمه هذه التصبغات اللي في فمه او النقطة الصودة اللي في فمه انها كانت تسوسات limitation الطرق التالية اللي حيعددها لنا اللي هي تساعد في تشخيص تسوس الاسنان وكل طريقة من هذا الطرق لها حدود يعني هذا الطرق ما هي طرق خارقة يعني لها حدود يعني لها قدرات بالاصح يعني فاحنا نعددها الحين واحدة واحدة مع الشرح اول واحدة اللي هي دينتل اكسبلورر اللي هي الاداة او الانسترومت اللي تكون موجودة في الاكزام ست مع الميرور والتويزر تمام والبريوبروب في حاجة اسمها تكون موجودة اسمها دينتل اكسبلورر الدينتل اكسبلورر هذا هيكون فيه شارب بوينتد اند ووركينج اند تمام يحركونها على الاسنان وين ما تسوي كاتش تنشب معناته هنا في 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 السن هذا في الدفكت الدفكت هذي يفحصونها بدقة عشان يتأكدون فيها تسوس ولا لا وين الشارب اكسبلورر تب اس برست برست يعني تضغط انتو ان اريا اوف ساسبكتد كيرز تمام يضغطونها في المنطقة اللي فيها يشتبهون انه when it's being removed يعني ح تعلق الاكسبلور تمام اذا كانت هذي المنطقة دفكتد او فيها كيرز ليش لانه الكيرز حيصير soft لين اللين من بقية الانيمل يعني الانيمل اللي فيه سوسة محفور حيكون لين حتعلق في الاكسبلور لما انا اضغط عليها this technique has a limitation on the occlusal surfaces هذه التقنية تستخدم فقط على occlusal surfaces فقط محددة تفيدنا في الاكسبلور الطريقة الثانية الراديو غرافز او صور الاشعة الراديو غرافز يعني يعني رغم انه صور الاشعة ممتازة انها تكشف لي التسوس اللي بين الاسنان الا انها غير مفيدة في منطقة الاكلو ما تكشف لنا التسوس في الاكلو فالطرق هذي طرق كشف التسوس كل طريقة تكمل الاخرى يعني انا عندي الاكسبلور فوق يكشف لي التسوس اللي على الاكلو طيب عندي الاشعة هنا تكشف لي التسوس اللي في الانتر وبروكسيما طيب the extent of caries can be misdiagnosed easily because of the caries is often two times deeper and more widespread than it appears in the radiographs غالبا تشخيص تسوس الاسنام بالاشعة يكون خادع ليش لانه في الصورة في الاشعة يبين صغير بس لما يجوا يعالجوا ويفتحوا ويشوفوا ما شاء الله يشوفوا منتشر في كل مكان في السن ف لما يبين نقطة صغيرة في السن بالاشعة هنا عادة الاطباء يتوقعون انه يكون مرتين اكبر من الصورة ومنتشر اكثر من ما هو باين في الصورة حق الاشعة طيب المظهر اللي احنا نشوفه في السن السن مصوص معروف شكله يكون في تجويفات سودا غامقة انه اي احد يتكلم او يفتح فم ولنا ونشوف في جروف السودا في اسنانه احنا على طول نقول هذا الاسنان ايش مسوصة ممكن تكون فقط تصبغات هذه اللي هو دارك جروف ممكن هذا الشخص يكون الجروف عنده عميقة متجمع فيها التصبغات من القهوة والشاي فالاكسبلور هنا يجي دوره انه لما يحكوا الاكسبلور ويسووا تنظيف الاسنان اللي هو السكيلينج حيبين هاته تسوسات ولا لا لانه البقع اللي من الشاي والقهوة هاته حتروح بالسكيلينج كمان عندنا الغري شادو زي اللي في الصورة اللي صار الغري شادو بين الانيمال يعني لما يكون في ظل رمادي في الاسنان في الانتيريار احنا نشوف لما الشخص يبتسم او يتكلم او ايا كان يبين لنا في الانتيريار هنا هنا نعرف او حتى في البوستيريار احيانا يكون الاكلوزل ما في تسوس بس في تسوس من الانتير وبروكسيمال ومبين في جنب السن لما الشخص يتكلم او يشوف بالمراية يبين انه في دارك شادو فهنا حيكون اندكيت انه في تسوس داخل في هذا السن طيب الاندكيتر دايز في حاجة يمكن اللي صغار منكم في العمر ما يذكر ها بس لما كنا صغار في المدرسة كانوا يجيبو لنا كده زي حبة البندور اللونها بنفسجي فحص الاسنان في المدارس ويقول لنا يقول لنا اعلكوها وكنا نعلكها وكانت كل اسنان تقلب بنفسجي بعدين يقول لنا روحوا تمضمضوا ونروح يفحصوا لنا اسنان وكان في جولات فحص اسنان في المدارس ما ادري لا زالت مستمرة ولا لا ما ادري بس كانت يسوون جولات فحص الاسنان في المدارس وكانوا يسوون لنا هذه الحركة حق الدايز او الاندكيتر دايز الاندكيتر دايز يعني صبغة حتعلق في المكان اللي في المعادن في السن في الانيمال الصحي الممتاز ما حتعلق في المكان الانيمال اللي فيه خلل او فيه نقص في المعادن حينصبغ لي بهذه الالوان وحيصير في باين لي انه متصبغ ولازم اعالجه الاندكيتر الاندكيتر لتستخدم 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 الاندكيتر الاندكيتر such products when applied to the inside of preparation can indicate through color change whether decay remains ممكن تكون بشكل حبوب مضح تكشف لي البلاك وتكشف لي التسوسات في الاسنان ممكن تكون زي القطرات يحطوها في الكافتي حتلون لي التسوس بلون غامق وحيعرف انه المتصبغ هذا كله ايش سوسة لازم تنشط طيب الكيرز ديتيكشن ديفايسز اللي هي كواشف الالات اللي تكشف لي التسوس او كيرز ديتيكشن ديفايسز اللي هي الات رصد الات كشف التسوس كثير الات اخترعوها ووفروها وتوفر لنا درجات عالية من تمييز التسوسات في الاسنان تايبز اوف ديتيكشن ايد سيستمز انواع ديتيكشن ايد سيستمز او مسائدات كشف التسوس واحد ديتيكت بكتيريال باي بروديكت اند كونتيتي ساوند سينجلز ساوند سيجنلز تو ايد انكيرز ديتيكشن في كواشف حتكشف لي مستعمرات البكتيريا اللي في الفم عن طريق الموجات الصوتية و مكان اللي في بكتيريا مستعمرات معنات انه في شغل حيصير في تسوس يعني شغالين البكتيريا انهم يسوون تسوس يعالجونا الوضع ديتيكس ديتيكت ديفرانسز انتو استركشر ان ديسيبلي ذا انفرميشن انسكريم بعض الالات طبعا هذي كلها كل الالة يتكلم عن نوع من انواع الالات يعني مش كل هذي الاشياء موجودة في الالة واحدة رقم اثنين يقول لك في الالة تكتشف الاختلاف في بنية السن وتعرضها على كمبيوتر على الالة كمبيوتر زي اللي موجودة عندنا في الصورة software that can be used to analyzes density changed on digital radiographs and outline potential legions في بعض الالات او بعض البرامج هتشتغل على صور الاشعة كيف هتشتغل على الدنسيتي اللي في صور الاشعة الدنسيتي طبعا فيها التغيرات ما نقدر نحن نشوفها بعيننا العادية بس البرنامج هتشتغل الدنسيتي او درجة غموقة الصورة بحيث انه طلعلي قراءات رقمية حوالين الاسنان اللي فيها اللي موجودة في صورة الاشعة وحتوضح لي حدود الاماكن اللي فيها تسوس محتمل اربعة systems for detecting carries on both occlusal and interproximal surfaces of posterior teeth في بعض العنظمة حتشتغل لانها تكتشف التسوسات في منطقة occlusal والinterproximal area في الاسنان الخلفية طيب ستة laser carries detector كاشف التسوس الاسنان بالليزر يعني يعني هي تقنية مكتشفة حديثا وطوروها حديثا تستخدم لتشخيص تسوس الاسنان وتكشف درجة نشاط البكتيريا تحت الانيميل يعني اذا في حفرة في شي في السل حتكشف لي النشاط اللي موجود داخل في الحفرة هذي او في الكافيتي هذي قديش في نشاط بكتيري داخل الاسر carries detector does not detect الاسر carries detector ما يكشف التالي ما يكشف التالي شفوها does not detect interproximal carries ما يفيدني في interproximal carries ما يكشف السب جنج carries اللي هو التسوس اللي تحت خط اللثة او root carries ما يكشف secondary carries under crowns اذا كان عندي تلبيسات في تسوس تحت التلبيسات كمان ما يكشف ال inlays كمان التسوس اللي تحت ال inlays ما يكشف و restructions اذا في تسوس تحت الحشوات ما يكشف اش فايت ما ادري بس يلا مثال كبيرة في معدات الاسنان و كثير تشوف ادوات منها ف cavo diagno dent carries detection device هذا المثال اللي اعطوكم اياه طيب ال classification and cavity preparation تصنيفات التسوس وال تجهيز الكافيتي اللي هو الحفرة اللي حنحط فيها الحشوة الكافيتي preparation تجهيز الحفرة حق الحشوة is the process of removing diseased tooth structure while leaving healthy tooth structure for the tooth to maintain restoration ازالت نسيج السن المريض ونترك نسيج السن الصحي تمام عشان نقدر نحط حشوة اذا انا حكيت السن كله على ايش بحط الحشوة فاحنا نشيل بس النسيج المريض ونترك النسيج السليم عشان النسيج السليم اللي هو اللي حيمسك لنا الحشوة all the cavities preparation have been classified in many ways رغم انه تصوصات الاسنان الcavity preparation او تجهيز الcavity preparation صنف عدة التصنيفات الا انه the most widely accepted classification of the one devised by gv black تصنيف gv black للاسنان او classification of gv black هو الشهر نوع مستخدم في العالم بشكل عام who now is known as the father of operative dentistry يعني يجيكم سؤال من هو the father of operative dentistry العراب عراب طب الاسنان العام تكتبون على طول gv black this is based on treatment and include anatomic area and services هتكون gv black classification بناء على المكان العلاج وشكل السن التشريحي والقصة حق السن طب gv black classification هيكون الشكل التالي الclass one cavity هيكون هذا الكلام احنا قلناه قبل في terminology تمام واتوقع في fundamental اذا ما خانتني التذكر في fundamental كمان انذكر is one service legion involving the bits and fissure of the tooth class one هيكون تسوي السطح واحد في السن يشمل bit and fissures زي ما قلنا bit and fissures البت اللي هي النقط العميقة في سطح السن في occlusal او في lingual surface في anterior او في occlusal في posterior تمام والfishers اللي هي الخطوط اللي في السن تمام او الصدوع اللي في السن لما اقول الصدوع يعني الصدوع اللي انا تميكلة اللي موجودة بشكل طبيعي في السن مش الصدوع المحفورة مسوسة طيب اللي class 1 decay involves the following area of cancer class 1 لما يجيب لكم story مثلا يقول لكم زي scenario انه مثلا في مريض عنده في occlusal في بت والfishers عنده تسوس وعنده كذا هذا اي class التسوس اللي عند هذا المريض اي class فانتو تعرفون انه كل class اس يشمل في السن فاذا فهمتوها وحفظتوها هتعرفون تجاوبون على اي سيناريو يجيبولون لكم بخصوص اللي هو الGV black classification الclass one يشمل اول شي في البستيري رتيث في البستيري رتيث بشكل عام في المولر والبري مولر في البت والفيشرز في البت والفيشرز البت والفيشرز وين مكانهم في الكلوزل البكل يعني مو بس الكلوزل في البستيري البكل جهة الخد البيت والفيشرز في جهة الخد في المانديبلر مولرز طيب اللينجول في الماكزيلاري مولر محددين لاحظوا هنا قلنا الماكزيلاري مولر المانديبلر لا في الماكزيلاري مولر في البكل وال اللينجول البكل واللينجول في الماكزيلاري فقط واللينجول بيتس اوف ماكزيلاري انسايزر مانديبلر لا اللينجول بيتس اوف ماكزيلاري انسايزر نير ذا سينجولم يعني حيكون في الاكلوزل في البستيرير في وقت تحت في البت والفيشر حيكون في البكل وفي اللينجول بيتس اند فشر في الماكزيلاري في البستيرير في الماكزيلاري اللي هي في المولرز البريمولر لا في المولرز وحيكون في اللينجول اللينجول في الماكزيلاري فوق من وراء طيب خلصنا كلاس 1 كلاس 2 is an extension of a class 1 cavity كلاس 2 حيكون امتداد للكلاس 1 cavity كلاس 2 يعني عندي سطحين من السن فيها تسوث الكلاس 2 occurs when proximal surface surface of the molar and the premolar class 2 decay involve the following area two or more surfaces restoration of posterior teeth لما يكون عندي سطحين مسوث الماكزيل مع الenter proximal هنا عندي يعتبر كلاس 2 كمان يصير في البروكسيمل اللي في البروكسيمل فقط في البروكسيمل فقط ما بين الأسنان في البروكسيمل كمان هذا يعتبر class 2 يعني كلاس 2 عندي حالتين يأما يكون في الenter وبروكسيمل ما بين الأسنان البوستيرير يأما يكون في الاكلوزل في البوستيرير في الاكلوزل مع الانتر وبروكسيمل طيب نيجي لكلاس 3 كلاس 3 وكلاس 4 حيكون حيكون فقط في الانتيرير كلاس 1 وكلاس كلاس 1 حيكون بوستيرير وانتيرير ماكزيلري كلاس 2 بوستيرير فقط الكلاس 3 حيكون في البروكسيمل surface of the anterior teeth اللي هي الانسايزر والكنين لما يكون التسويس زي اللي موجود في الصورة في الجنب ما بين الأسنان في الانتيرير الانتيرير حتشمل الكنين والانسايزر but do not involve the incisal angel ما يشمل زاوية اللي هي الانسايزر الانجل ما يشملها حيكون فقط ما بين الأسنان نجي لكلاس 4 كلاس 4 نفس كلاس 3 لكن مع هالزاوية الانسايزر الانجل مشمولة involve larger surface area mesial or distal of انسايزر and canines which include the انسايزر edge يعني هيكون الزاوية معانا مشمولة في التسويس with and the enter proximal surface class 5 class 5 هيكون في كل الأسنان class 5 رقم 5 هيكون في كل الأسنان anterior و posterior فوق و تحت هيكون جهة الثرد الثلث اللي موجود جهة اللثة الأسنان هيقسموها ليا إلى أثلاث زي ما أخذنا في الأنتومي حق السن أنه السن يقسموه إلى أثلاث اللي هو التوب اللي عند طرف الأكلوزل بعد عندي الميدل بعد عندي الثرد اللي هو جهة الجنجفة الثرد لجهة الجنجفة لما يصير فيه تسوس هنا يعطيني الكلاس class 5 طبعا يكون في كل الأسنان anterior و posterior أقور عند جنجفة الثرد of the facial or lingual كمان هيكون facial ولا lingual قدام أو وراء أهم شي يكون التسوس قريب من اللثة of any tooth in the older population في كبار السن شائع جدا هذا التسوس lesions also tend to progress near the sim to animal junction and possibly into the root of the tooth غالبا تكون التسوس واصل للحد الفاصل ما بين الroot والسن شايفين اللي هو الخط اللي ما بين اللون الأصفر في السن والسن الكرام هذا الخط اسمه سمنتو animal junction هيكون الحد الفاصل ما بين الانيمل والسمنت غالبا يكون التسوس موجود في هذه المنطقة وينتشر في الroot كمان في الكبار في السن طي الكل 6 cavity أي تسوس ما قلناه فوق في الأصنان اللي فوق في الكل classification اللي فوق هيكون تحت class 6 cavities which occur on the incisal edge في الانتيريار اللي يجيك في الانتيريار الاج بس في الانتيريار تيف أو في الكسب تب في البوستيريار تيف تمام are sometimes class as class 6 but such cavities are rare أغلب هذة التسوسات يقولك نادرة جدا إنها تحدث طيب في تسوس إحنا حددنا فوق إنه يصير في اللي هو في الكل 1 تمام اللي هو اللينجول وال اللي هو الباكل واللينجول بت في الباكل في المانديبلار مولرز واللينجول في المكزيلاري مولرز طيب اللي مش مثلا حين الباكل في المكزيلاري مولرز يعتبر class 6 اللينجول في المانديبلار مولر كمان يعتبر من class 6 أي تسوس مش موجود في التصنيفات هنا عندي على طول يندرج تحت class 6 طيب الرستوريشن بروسس عملية ترميم السن بروسس عملية يعني رستوريشن وهي ترميم عملية ترميم السن to restore a tooth to its normal function or improve an aesthetic appearance أو استعاد أو شكله الجمالي the dentist will follow specific step to complete the process of restorative dentistry يعني طبيب الأسنان حيتبع خطوات معينة عشان يرمم هذا السن أو يرمم شكل السن أو وظيفة السن لازم يتبع هذه الخطوات الجيفي بلاك principle of cavity preparation is still used today as the basic steps in the process of designing cavity preparation الجيفي بلاك اللي هو classification أو principle of cavity preparation لازال يستخدم إلى الآن في تجهيز اللي هو الحفر السن الكافيتي preparation is the process of removing disease tooth structure لما يقول إيش هو الكافيتي preparation تقولون هو عملية إزالة النسيج المريض من السن وترك النسيج الصحي اللي يحافظ لنا على الحشوة is the process of removing disease tooth structure while leaving healthy tooth structure for the tooth to maintain restoration طيب الكافيتي preparation عندنا تجهيزين عندنا الانيشي البربراشن اللي هو التجهيز الأولي للسن وعندنا الفاينل preparation طيب الانيشي البربراشن كافيتي كافيتي البربراشن فرست انفول الانيشي الديزاين واند اكستنشن البربراشن اكسترنال وولز توليميتد دبث يعني في البداية تجهيز التخلص من النسيج الميت أول حاجة يحط الهند بيس على السن يتخلص من اللون الأسود نسيج المريض كامل بعدين يقرر كيف حيسوي الكافيتي دائري مربع في زوايا في يعني يحدد الشكل الديزاين الالكسترنال وولز اللي هو جدار الكافيتي الخارجية اللي حيحط لي فيها الحشوة The objectives for initial cavity preparation are as follows أهداف الانيشي cavity preparation هي الoutline form الشكل العام الخارجي The dentist decides on the design and initial depth of sound tooth structure حيقرر الدكتور تصميم أو شكل الحفرة الأولية في السن السليم sound tooth structure اللي هي بنية السن السليمة يعني هو الحين يشيل أول شيء المريض عشان يشوف السليم إيش باقي منه ويقرر إيش هيسوي هذا outline form يعني لسه يخطط طيب الرزيستنت form الرزيستنت form determines the primary shape and placement of the cavity wall بعد ما يقرر الانيشي cavity تمام أو outline form بعد ما يقرر outline form اللي هو شال الحدود الخارجية للحفرة الحين هيقرر الشكل اللي داخل الحفرة حيرتبه كيف يسوي determines the primary shape الشكل الأولي and the placement of cavity walls اللي هي cavity walls اللي هي من جو داخل الحشوة داخل التجويف اللي هو حفرة طيب ال-retention form ال-retention form هنا يسوي زي الزوايا أو زي الشطفات في التجويف من جوه تمام وفي الأماكن اللي في السن زي كده زي حفر صغير يسويها في التجويف في السن المحفور اللي داخل retention form تثبيت شكل التثبيت helps in securing the restoration in place عشان لما أحط حشوة تمام أحط حشوة في زي الأعمدة زي الخشات كذا حتدخل لي فيها حشوة وحسوي لها light cure حتثبت لي جوه في السن بزيادة تثبيت زيادة للحشوة ال convenience ال convenience اللي هي the dentist has accessibility in preparing the restoration of the tooth في طبيب يستخدم يدو اليمين في طبيب يستخدم يدو اليسار وهم يحفرون السن صح ولا لا هذا زاوية شغله مختلفة هذا زاوية شغله مختلفة في حاجة اسمها الكونفينيينس فور اللي هي على حسب رؤيته وهو ايش قاعد يقدر يوصل بيده حيسويلي اللي هي الشكل حق الحشوة حفرة الحشوة ومن وين يدخل من اي جهة يدخل من الهادي على حسب الكونفينيينس فورم حقه الدكتور هو يستخدم اي يد هو كيف يشوف يعني كويس ولا لا الحسب هو ايش واصل في السن في مريض يفتح فمه كويس في مريض ما يفتح فمه فهذه الكونفينيينس فورم اللي هو الشكل الملائم لقدرة الطبيب للعمل طيب الحين خلصنا سوينا هذي الاشياء الاولية كلبوها الاربع اشياء هذي اللي تحت الانيشيال فورم الانيشيال بريبريشن تجهيز السن الاولي تجهيز السن الاولي او تجهيز الحفرة الاولي طيب في حاجة اسمها الفاينل بريبريشن تجهيز الاخير يعني الحين الطبيب شاف شاف السنتر اللي فوق هذي الانيشيال بريبريشن الانيشيال بريبريشن حيكون كله تخطيط في ايش في مخة الدكتور لاي الحين ما سوي حاجة هو الحين يقرر يخطط ويقرر لاي الحين ما سوي حاجة في مخه كذا يفكر ويهندس ويتكتك انا حسوي كذا الاوتلاين فورم حسويه كذا الريزيستنت فورم حسويها كذا الريتنشن فورم حسويها هذا الشكل الكونفينيس والله انا استخدم يديلي مين حاجة من هنا استخدم يديلي صار حاجة من هنا هذي كله تخطيطات في مخ الدكتور لسه ما في حاجة صارت في فم المريض طيب الفاينل البربريشن نحن هذي التجهيزات الاولية الانيشيال خلاص خططنا وسوينا ورسمنا تكتكنا الحين نجي ننفذ الفاينل البربريشن دا دنتيست والكنتينيو تابروسيجر وذ الفاينل كافيتي البربريشن ايش حيسوي ريموفينك اني ريميني انيمال وذن دا البربريشن ديزيز دنتين or old ريستورتف ماتيريال or كومبنيشن يعني حيزيل النسيج المريض من السن والدنتين سواء كان انيمال ولا دنتين حيشيل الحشوات اللي خربانا او حيشيل الاثنين or كومبنيشن يعني حيشيل الاثنين هذا وهذا الانيمال والدنتين وال old ريستورتف ماتيريال تمام يعني كومبنيشن هذي ما هي مادة لا كومبنيشن يعني حيشيل الثلاثة اشياء هذي اللي هي الانيمال والدنتين وال ريستورتف ماتيريال القديمة طيب الفاينل بربريشن كمان رقم اثنين حيش حيسوي انسيرتين اديشينال ريزيستنت and ريتنشن نوتشز گروفز and كوفز to provide strength and maintenance of the restoration احنا ما قلنا في حاجة فوق اسمها اسمها ريتنشن ريتنشن فورم انه الطبيب يقرر وين بيحط الريتنشن وش بيسوي ايش هو الريتنشن الريتنشن انهم يحفروا حفر في السن في تجويف السن نوتشز زي النقاط كذا او گروفز يعني خطوط كذا يسويها خطوط تمام زي التجويفات او كوفز اللي هي التجويف جانبي كذا من على الجنب السن كذا يسويش حاجة جانبية كذا حيث انه لما تنحط الحشوة بعدين حيكون في ريتنشن فورم حيكون في زوائد كذا عالقة في الحشوة تمام ولما يسوي لها لاتي خيور حتنشب فيها بالعربي حينشبها حيشربك في بعض ثلاثة بلايسنج دنت الماتيريال حين خلصنا سوينا البربرائشن سوينا الريتنشن نجي نحط مين الدنت الماتيريال اللي هي اللي هي الروستورتف ماتيريال أو الحشوة اللي أنا أبغى أستخدمها which can include الدنت الماتيريال ممكن تشمل التالي على حسب حجم الحشوة عندي على حسب نوع الحشوة اللي أنا باستخدمها ممكن تشمل التالي including lining agents bases and desynthesizing for protective purposes حيكون لحماية لما تكون حشوات كبيرة وقريبة من العصب حيستخدموا liner حيستخدموا base حيستخدموا مضادة التحسس عشان يحمون العصب من التحسس ممكن نستخدم bonding agent إذا إحنا هنحط composite تمام for bubble protection and better retention يعني على حسب نوع الحشوة إحنا مجال الحشوات وأشكال الحشوات وإش بنحط حشوات هذه هنتكلم فيها بعدين بالتفصيل لكن ال final preparation هيحطون فيه آخر حاجة إيش dental material ممكن تشمل lining agent ممكن تشمل bases ممكن تشمل desynthesizing ممكن تشمل البوندين agent واللي هي composite أو restorative material بأنواعها سواء كانت amalgam أو composite أو حشوة موقعة أيا كان الحشوة اللي إحنا بنحط ها وبكذا خلصنا محاضرة الأولى شابتر 48 راجعوا أسئلة الشابتر وراجعوا الشابتر وإذا في حاجة ما أنتم فاهمينها اسألوا لا تستحون والله يوفق ويفتح إليكم موسيقى موسيقى موسيقى